اليوم السابع أجرت حوار مع دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أكد حوار الحقيقة فيه موضوعات مهمة جدا في هذا الحوار أولها لا وساطة ولا محسوبية للتحاق بكلية الشرطة ولا نبحث عن مستوى الأسرة المعيشين لأن دي الحقيقة شائعات كتير أو بتتردد في الفترة الأخيرة هتلاقي ناس كده تكلمك عايزين نواسطة عايزين مش عارف إيه عشان ندخل كلية الشرطة هو بيأكده ما فيش وسطة ولا فيه محسوبية للتحاق بكلية الشرطة وما فيش حاجة اسمها بحث عن مستوى الأسرة المعيشي اللائق هو بس اللي بيقدر يدخل كلية الشرطة الكلام اللي كان قديم ده اتغير خالص في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيؤكد طبعا موضوعات أخرى كثيرة وازاي يتمنى التحاق واللي عايز يقدم وكده في موضوعات أخرى كثيرة الحقيقة وتقروها بكرة على اليوم السابع لأن في حقيقة توضيحات لمن يرغب في معرفة كيف يلتحق بكلية الشرطة غدا هذا الحوار المهم لجريدة اليوم السابع